اشتركوا في القناة في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وجاء في المرسوم أنه تخضع الشركة القابضة لنفط والغاز وشركات التابعة لها وشركات العاملة في مجال صناعات النفط والغاز التي تساهم فيها الحكومة بنسبة في رأس المال لإشراف اللجنة العليا للطاقة وثروات الطبيعية وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة الأساسية لتلك الشركات ترجمة نانسي قنقر